ممكنت مصالح الحماية المدنية بولاية معسكر مدعمة بفرقة الغطس وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة وبدعم من ولاية وهران وسيد بالعباس وبعد عملية البحث والمسح من العثور على الغريق المفقود ذو أربع عشرة سنة والذي ينحدر من قرية القرائعية ببحنفية جثة هامدة بسد بحنفية يذكر أن الطفل كان مفقودا منذ عشية يومي الأمس في حدود الساعة الرابعة مساء أين تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة لإنجاح العملية التغطية لغنية غلمي خبروني مرة عصر خبروني كنت خدير قالوا لي بلدك راقب البعراج جيت هنا يا جيت بين أكد تلقيت عن جدر مياه قالوا لي بلطنطنين وليشوفوا هلها والأدوى التوعاء قالوا لي توقع يارم في الساكود يعوم ضار يجيعون يعوم يعوم يعرف يعوم مقشي قدر الله ما شاء فعل الباراج 16 ستسلي مرة كاريز هذا كله أولاد نرام يخرجوا ورها قريب للمؤسسة يلقى ذاك الفيدرة يجيبه هنا نلقو مشكلة والله هنا نلقو مشكلة حنا ماذا بنا أنه سرطة تدخل الدين الحراسة هنا العملية ثلاث زوارق مطاطية سيارة إسعاف شاحنة FPT مدعمة بفرقة الغطس في الأماكن الصعبة والوعرة ثلاث شاحنات نقل العتاد مولدات كهربائية مصابح لتوفير الإنارة الليلية إذ تم تسخير أربعين عام بمختلف الرتب هذه عشر وخمسون دقيقة بعد عملية البحث والتحري وتحديد المكان باستعانة بأحد زملائه تم العثور على الفقيد في هذا المكان بالذات بعد عملية المسح وتحديد المكان تم عليه داخل أوحال ومعلومة أن هذه المنطقة منخفضة جدا يسموه الجدار في أهل المنطقة هذه يسموه الجدار تم العثور عليه وانتشاره وتوجيهه إلى المستشفى أبوحني